الآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها الثالث والتسعين بعد الميلة أبدأ معكم من صحيفة أرس التي نشرت مقارن الكاتب أنشال فيفر تحت عنوان إسرائيل ارتكبت أخطاء في غزة ولديها الكثير لتخسره في مواجهة إيران حذر الكاتب من أن نتنياهو قد يتخذ قرارات تقود إسرائيل والإدارة الأمريكية نحو مسار خطير ومقلق وأنه بدلاً من الإسرائع نحو العمليات العسكرية في غزة والتركيز على استعادة المحتجزين ستجد نفسها في مواجهة مع إيران ما قد يهدد بالتساع رقعة الصراع لفت الكاتب إلى أن المجلس الحربي الإسرائيلي حائر بين ضرورة الرد على الهجوم الإيراني بغض النظر عن الثمن المتوقع وهو إشعال حرب أوسع أو توجيه رد محسوب وتأثير كل ذلك على صورة الردع الإسرائيلي أكد الكاتب أيضاً في حال عدم رد إسرائيل فإن ذلك قد يفسر ضعفاً يجلب معه المزيد من الهجمات المستقبلية أما في حال الرد فإسرائيل تخاطر بحرب إقليمية متعددة الساحات مع عدم قدرتها على تحقيق هدفها من العملية العسكرية التي ودأتها في غزة قبل أكثر من ستة أشهر الكاتب إشان ثرر نشر مقالاً في صحيفة واشنطن فوس تحت عنوان التصعيد الإيراني مع إسرائيل وحول التركيز بعيداً عن غزة أشار الكاتب إلى أن حرب الظل طويلة الأمد بين إيران وإسرائيل تصاعدت مؤخراً لتزيد من خطر نشوب حرب مفتوحة بين الطرفين وتشتت انتباه إسرائيل عن الحرب في غزة صلت الكاتب الضوء على عدم مطالبة طهران بوقف إطلاق النار في غزة عندما ضربت إسرائيل بل ربطت ذلك بالهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في العاصمة دمشق وليس بمعاناة الفلسطينيين الذين تدعي إيران أنها تدافع عن قضيتهم تناول الكاتب سيناريوهين محتملين لتطور الصراع الأول يعتمد على تحرك واشنطن والتكتل الأوروبي لضغط على نتنياهو لتجنب جرء الناتو إلى حرب إقليمية في المنطقة أما الثاني فهو أن تنجح مقامرة نتنياهو في تعميق الأزمة والاستمرار في استراتيجيته العسكرية في غزة ومن ثم سحب المنطقة إلى الهاوية للمزيد من التحليل ومناقشة ما جاء في هذه الصحف ينضم إلينا من لندن أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي مساء الخير أستاذ أكرم أهلا بك معنا في قناة الغد يعني برأيك هل اليوم نتنياهو في مأزق إذا لم يرد سيقال بأن إسرائيل ضعيفة وصورة الردع ستتأثر وإذا رد فإن ذلك سيفتح على إسرائيل جبهات كثيرة نعم هذا حسن الخير أولا لكم ولي جميع مشاهدي قناة الغد واضح أنه إسرائيل دخلت بمأزق لم تكن تحسب حسابه يعني أرادت أن تعلي من قيمة قوة الردع الإسرائيلية فإذ بها تكتشف أنه فقدت بعض أوراق قوة الردع بدل أن تجمعها يضاف فشل إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر ما حدث على قطاع غزة أيضا أضافت لإسرائيل لنفسه فشل أجهزة الاستخبارية عندما لم تقدر الرد الإيراني وهذا يبدأ تداوله في إسرائيل أنه إحنا تلقينا خديعة من المساد والاستخبارات العسكرية التي قالت إيران لم ترد ومرة يقولون أنه لم يكن يعرفون أن الجنرال الزاهدي موجود عموما إسرائيل في لحظة حارجة حراجت هذه اللحظة من أنه اليوم الاتحاد الأوروبي طالب إسرائيل بالإجماع لأول مرة تكتب الصحافة بالإجماع الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعد من الرد الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن لسان رئيس الأمريكي ووزير الخارجية أنها جاهزة للدفاع عن إسرائيل وليس للهجوم مع إسرائيل وهنا يبدو موقف إسرائيل في الهجوم ضعيفا لا أحد يريد أن يكون هجوما إسرائيليا لأنه سيكون ردا إيرانيا وهكذا يمكن أن يفتع على حرب إقليمية تجرمها الناتو والعالم وأسعار النفط ومضائق وغيره لكن عدم الرد أكثر فداحة هذا سيقول الإسرائيليين سيقول أنه لم نستطع أن نرد هذا ما قامت به إيران عمل كبير بالنسبة لإسرائيل وصلت الضربات إلى قواعد عسكرية إسرائيلية صحيح أنه تمكنت الحليف الذي وغف إلى جانب إسرائيل من إسقاط القواعد الأمريكي وهلها تحركت بالمنطقة من إسقاط طائرات لكن الآن تقول إسرائيل أنه الهدف لم يكن الطائرات المسيرة هذه كانت عملية تعمية وتضليل على الصواريخ التي وصلت إلى القواعد العسكرية التي أرادت إيران وبالتالي هل يمكن السكوت على ذلك؟ هذا يعني إسرائيل فقدت قوة الردع ضربة إسرائيل، هل يمكن أن تضرب إسرائيل؟ إذا لاحظنا الرئيسي الأمريكي يتحدث عن رد دبلوماسي وليس رد عسكري هو ليس مع رد عسكري إذا أرادت أن تضرب إسرائيل أيضا ماذا يعني رد دبلوماسي؟ نوع من العقوبات نوع من العقوبات نوع من الضغط الاقتصادي على إيران نوع من التلويح بواجه إيران أمام مجلس الأمن ربما أنه إذا كررتها ثانية يمكن أن يتحرك مجلس الأمن يفرض مزيد من عقوبات البند السابع بمعنى هناك وسائل أخرى تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن التلويح بها أو حتى استخدامها ضد إيران ولكن الوسيلة الأخيرة هي إسرائيل بالإضافة إلى صعوبة الضرب الإسرائيلي علينا أن نتذكر أن إسرائيل تهدد منذ أكثر من عقدين بضرب إيران وإيران كانت تتجهز لضرب إسرائيلية هي لم تجلس على الجدار وبالتالي هل يمكن أن تصل الطائرات الإسرائيلية إذا أرادت أن تذهب طائرات الإسرائيلية إما من فوق لبنان سوريا إيران إما العراق إيران إما الأردن العراق إيران إذا ستمر فوق العراق إما الأردن السعودية السعودية لم تقبل بالعراق لا أحد يعرف ما هي الدفاعات الإيرانية بالعراق لا أحد يعرف ما هي الدفاعات الإيرانية في سوريا هل هناك ضمانة لعودة الطائرات الإسرائيلية هل إسرائيل ستضرب من قواعد كما ضربت إيران أرض أرض وبالتالي هل هذا يكفي إذا ما اسقطتها الدفاعات الإيرانية بمعنى أن القوة الإسرائيلية هل هي كفيلة بتحقيق قوة الردع الإسرائيلي وحدها إذا لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على قناعة بأنه لا يمكن وبالتالي لكن إذا ما تحرك الطائرات الإسرائيلية إذا ما ستقطت الطائرات الإسرائيلية مزيدا من تأكل قوة الردع مزيدا من الفضيحة بمعنى نعم سؤالك مهم وهو سؤال اللحظة التاريخية سؤال اللحظة القائمة حاليا هو هل إسرائيل في ورطة؟ نعم في ورطة وورطة كبيرة وربما هي الأصعب منذ بدأة الحرب على قطاع أسرائيل ما رأيك بما جاء في واشنطن فوست بأنه اليوم هذا التصعيد مع إيران يشتت أنظار إسرائيل عن غزة؟ هذا طبيعي الصدام المستحدث مع إيران بالتأكيد يشتت الأنظار لسبب واحد بسيط أن الحرب على غزة تحولت بالنسبة للعالم سإنسانية لا يدفع ثمنها مثل تدفع فرنسا مثلا مثل تدفع بريطانيا مثل تدفع العالم من هذه المقتلة المستمرة يوميا هذه المذبع التي بدأت في قطاع غزة لا يؤثر على العالم العالم فقط يزود إسرائيل بالسلاح هذا تكلفته ولكن تعينا نتصور سيناريو الحرب على إيران سيناريو متوحش في المنطقة سيكون حرب كبيرة جدا سيتدخل بها الناتو سيضطر يقاتل الولايات المتحدة الأمريكية هيك عن ربما أن يصل سعر برميل النفط إلى 300 في حال إغلاق المضائق نحن نتحدث عن حرب إقليمية كبيرة جدا سيصل حريقها إلى عتبات أوروبا وربما يصل إلى عتبة البيت الأبيض وبالتالي العالم قلق نعم لهذا العالم أكثر اهتماما لأن مصالحه ستتضرر بحرب إيران لهذا حرب مع إيران لهذا ترك غزة وانتبه إلى حيث تضرر أكثر لمصالحه جاء في نيويورك تايمز نطل عليه أستاذ أكرم ومن ثم نعود إليك حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لكاتب مارك لاندر تحت عنوان بالنسبة لحلفاء إسرائيل الضربة الصاروخية الإيرانية تسير الجدلة بشأن غزة حيث أكد الكاتب أن الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا احتشدت لمساعدة إسرائيل في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على الرغم من انتقاداتها السابقة لتصرفات إسرائيل في غزة ويشير محللون إلى أن الضغط الغربي على إسرائيل فيما يتعلق بردها على إيران هو أكثر كثافة من الضغط على غزة حيث إن حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران سيكون لها عواقب جيوسياسية واقتصادية كبيرة ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ومن ثم التأثير على الأسواق العالمية بحسب الكاتب أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن التطورات الأخيرة مع إيران لن تصرف الانتباه عن المخاوف بشأن الضحايا المدنيين في غزة مجددا والدعوة إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار مرة أخرى عودة لصحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقالا للكاتب ديفيد إغناتيوس تحت عنوان مأزقا في إسرائيل كيف يمكن الرد دون التصعيد قال الكاتب إن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون اتخاذ إجراءات انتقامية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف ردع المزيد من العدوان دون تصعيد الوضع تؤكد مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى على ضرورة الرد لردع الموقف العدواني الإيراني وفي الوقت نفسه تهدف إسرائيل إلى احتواء الأزمة وعدم تصعيدها وهو التحدي الذي يواجهه المسؤولون الإسرائيليون أكدت الصحيفة أن القادة الإسرائيليين يحافظون على نهج ثابت ويؤكدون ضرورة اتخاذ موقف قوي من أجل البقاء في منطقة يواجهون فيها العديد من الخصوم على حد قولهم أنتقل معكم إلى صحيفة وولد سريت جورنال التي نشرت تقريرا تحت عنوان قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم بعضا قالت الصحيفة أن الرأي العام الإسرائيلي منقسم بشدة حول نتائج العمليات العسكرية الأخيرة في غزة والنقاش يشمل كيفية التعامل مع حماس وإدارة غزة ما بعد الحرب كما أن هناك خلافات بين رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الجيش أفغالاند وبني جانس حول استراتيجيات الحرب والتعامل مع قضية المحتجزين الإسرائيليين وبحسب الصحيفة تواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية خاصة من الجناح اليمين المتطرف الذي يطالب برد حاسم ضد إيران ويهدد بتفكيك الحكومة إذا لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس أوضحت الصحيفة أن جانس وفقا لاستطلاعات الرأي يحظى بشعبية كبيرة ويوجد حركة داخل الائتلاف الحاكم تسعى لإجبار نتنياهو على التنحي ما قد يماهد الطريق لجانس لتولي القيادة أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أكرم عطلة من لندن أستاذ أكرم يعني كما جاء في نيويورك تايمز أن حلفاء إسرائيل أو الدول الغربية عامة سارع إلى عقد الجي سيبن وفرض عقوبات يقال أنها ستتخذ باجتماع الاتحاد الأوروبي وجلسة لمجلس الأمن لم نشهد هذا الزخم وهذا التهافة لفرض عقوبات عندما كان الأمر يتعلق بغزة طبعا طبيعة مصالح السياسة هي ابنة المصالح وليست ابنة المبادئ والسياسة القدر الأدنى من الأخلاق وخلال 193 يوم الماضية والحديث كله عن انكشاف الضمير الإنساني وانكشاف الأخلاق وانكشاف المؤسسات الدولية وانهيار صورتها بنظر الفلسطينيين وبنظر كل من لهم علاقة بمتابعة ومراقبة ما يحدث بالأوضاع غزة لا تؤثر وصالح العالم ليست مع غزة ولكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصيبوا بالفزع من حرب إقليمية لأنه إيران يمكن أن تتسبب الصراع بين إيران وإسرائيل باحتراق المنطقة في قوة إقليمية لا تريد هذا الصراع إيران جزء من ما يشبه التحالف غير المعلن مع روسيا ربما أكثر معلن لكن مع الصين لا وبالتالي روسيا والصين لهم مصالح بأن تشتسعر سيد عمان إيران روسيا قالت أو بعض المصادر الروسية قالت إيران ساعدتنا بالحرب أوكرانية سنساعدها إذا ما دخلت الحرب بمعنى أنه الروسيا والصين ستسعيان لتوريط الولايات المتحدة الأمريكية لهم مصلحة ولن يترك إيران وبالتالي ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها ألا تغلب روسيا عن المحل أستاذ أكرام يعني يتساءل الكثيرون أين هي روسيا من هذا التصعيد الحاصل يعني كان فقط دعوات هادئة لضبط النفس لم يكن هناك أي موقف واضح روسي نعم السؤال مهم جدا مهم ربما في هذه المرحلة قبله دعيني أقول أين روسيا من غزة؟ روسيا من غزة لها مصلحة بصرف الأنظار عن أوكرانيا ولتبقى حرب غزة طويلة هذا أولاد أين روسيا؟ روسيا لو أعلنت موقف أنها ستقف بقوة إلى جانب إيران إلى جانب الحليف الإيراني هذا يعني سيجعل الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سيحسبان حسابات كثيرة سيسعون لحلول دبلوماسية ربما أن روسيا تصمت لتدفع الأطراف لتسعير الصراع في المنطقة لتصفية حساب مع الولايات المتحدة ومالاتحاد الأوروبي وفرصة لمزيد من السيطرة على أوكرانيا وبالتالي روسيا تصمت كنوع من الشرك تنصبه لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكنها إذا ما وقعت الواقع أعتقد سيكون لها موقف إلى حد ما بدعم إيران حتى تطول هذه الحرب وحتى تخسر الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب حسابات روسيا وكما على كل حسابات العالم في السياسة كل يحسب ما هي مصلحته المصلحة الروسية أن تنشب هذه الحرب في المنطقة والمصلحة الروسية أن تكون طويلة وحتى تنشب هذه الحرب على روسيا أن تصمت حاليا لأن أي تصريح روسي هذا يعني سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحسب بعقلانية أكثر وستجعل إسرائيل أكثر عقلانية في ردها وربما لا ترد إذا ما عرفت أن روسيا ستدخل ليس هناك مصلحة لروسيا ألا أن تحسب إسرائيل بعقلانية شكرا جزيلا لك من لندن أكرم مع طلع الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك